خيبة أمل اليوم أول مباريات منتخب مصر مع موزنبيق الوضع كان موزنبيق فعلاً يعني وضع المنتخب المصري النهاردة كان موزنبيقي بامتياز لعنة البدايات حضراتكم عارفين مبارح أنا قلتلك أنا بخاف من لعنة البدايات ماذا حدث؟ ماذا سيحدث؟ الناقض الرياضي المتميز جداً تامر بدأ وأهلاً تامر زي يا أستاذ عمر مساء الورد عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام قل لي بقى شفت المتش إزاي؟ طيب أولاً سعيد بوجودي معاك بصورة خاصة في برنامج الحكاية وبصفة عامة في MBC مصر طبعاً في البداية بقول هارد لك للينا ضيع نقطتين لأن ضيعنا نقطتين قدام وجهة نظري الشخصية قدام أسهل فريق في المجموعة بالذات بعد ما اتفرجت على الشوت الأول لمباراة الكاب فيردي أو الرسل الأخدر وغانا ودخلت مع حضرتك على طول على الهوى التيمبو مش عاوز أخوفك بس التيمبو سريع قوي أي عناصل أخدر كمان تلع أخدر قوي آه لا التيمبو سريع قوي بيلعبوا باندفاع بدني التيمبو سريع في الهجمات المرتدة قطع كوراً دفاع بدني فربنا يسطر وخاصة النتيجة لو فضلت كده انت غانة زي ما بنقول هتبقى نزلة قدامك زي يقاتل يا مقتول يعني شارج بالضبط خلاص يعني لازم تقتنس التلات نقط قدامك وانت كمان عاوز تصحح من الأوضاع خاصة بعد الأداء المخيب والنتيجة المخيبة اللي حصلت النهاردة لو سألتني على الأسباب بتاعة الظهورنا كده وانتهاء المباراة بالتعادل أول حاجة أنا هقولك عمر بقى على طول انا دايما عبر في كل حتة نعم احنا اتفقنا طبعا مقامك محفوظ ومقامك كبير جدا شوفي عمر من وجهة نظري أولا اللعيبة عليها دور كبير جدا أولا مش عاوز أوجد أي أعذار للحاجات اللي بدأت أسمح الرتوبة الحر الأرض الملعب لا يعني لما اتقارن أرض ملعب النهاردة بأرض الملعب بتاعة مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية النهاردة وحتى مباراة الافتتاح لنهو نفس الملعب لا أرضية ملعب النهاردة أحسن من المباراة أرضية ملعب مباراة مباراة اللي اتلعب عليها افتتاح البطولة فقادي عامل الأرض مش عاوز أخليه شماعة أعلق عليها سبب سوق الأداء اللي ظهرنا بيه الجاوب الناس تعبت أوش شوف باين تعبت أوه بس عليك وعليا يعني على موزنبيك وعلينا ده موزنبيك ده قريب من الجاوب بتاعهم دي انت عندك ستة سبعة لعيبة جاي من أوروبا والباقي جايين من القاهرة وفي عامر برضو احنا مش مولودين في سويسرا احنا مولودين برضو في الكرة ويا ما لعبنا كتير في الأجواء دي يعني لعبنا يعني ممكن التمس العزر ده شوية لو بتلعب في أسيوبيا اللي هي منخفضة شوية عن مستوى سطح البحر وبالتالي نسبة الأكسجين فيها بيبقى قليل أو زي مثلا بوليفيا في أمريكا الجنوبية أي منتخب بيروح يلعب بوليفيا في أمريكا الجنوبية في التصفيات يعني مثلا أرجنتين مرة أخدت هيفي سكور من بوليفيا اللعبة كانت بتطلع في الروح لأن التنفس هناك صعب فمش عاوز برضو أقول الأجواء أو المناخ أو الجو هو السبب النقطة التالتة حتة الفيتنس أو العامل البدني لسبب لأن أولا منتخب مصر تعالوا نتكلم النهاردة القوام بتاعه مين نص جاي من بره يا لعيبة الأهلي يا الزمالك يا اللعبة اللي جاي من بره اللعبة اللي جاي من بره بتاخد أعلى معدلات بدنية فيتنس في الدنيا مش محتاجين نفسر يعني بتتكلم على واحد زي أنني بلعب في أرسنل بتتكلم على واحد زي مصطفى محمد عمر مرموش بلعب في ألمانيا في أينترخت فرانكفورت مصطفى محمد بلعب في نانت في الجيم 24 ساعة يعني بتحطي لهم أحسن برنامج بدني سواء في البري سيزن أو حتى وإذن السيزن وهو شغال لعيبة الأهلي والزمالك الكلام ده كنت ممكن أقبله في النسخ اللي قبل كده نظراً لتلاحم المواسم اللي احنا كنا بنعاني منه في المواسم اللي فاتت ما فيش راحة لعيبة الأهلي والزمالك ما بتاخدش راحة المسم بيخلص بتلاقي بعدها بعشر تيام المسم الجديد بيبدأ السنة دي حصل لأول مرة اللعيبة تاخد ما يقرب من شهر الراحة وتعمل بري سيزن ما يقرب من شهر كمان الأهلي راح النمسا عمل فترة إعداد ولعبتوا ارتاحت وشفناهم في المصايف وده كانت حاجة ظاهرة صحية بالمناسبة مش بنحسدهم عليه ومما كان لأنهما في الأول في آخر بني قدمين محتاجين الراحة ومحتاجين بلغة الكرة الكرة توحشهم محتاج أنه يريح ما عنده شغف بالضبط يبقى عنده الباشن من أول وجديد أنه يرجع يقدي تاني في الملعب فقدي تلات أعذار كل الشمعات دي ما تنفعش بصراحة طب إيه اللي حصل اللي حصل فيه تصميم على بعض الحاجات الحاجات دي كانت بتجيب نتيجة في بعض الأوقات لكن ما بتجيبش نتيجة على طول الخط وبالتالي وعلى رأسها طبعا هكون صريح معاك متعود على الصراحة في الكرة زيزو زيزو يا عمر آه طبعا زيزو يا عمر أحسن لعيب كرة في مصر مختلف ده زمال كاوي ده من عندك آه طبعا 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 دي طلعت بقلب طبعا طيب زيزو أحسن لعيب كرة في مصر بس زيزو بيدفع تمن أنه بيلعب في الحتة اللي فيها محمد صلاح آه ده أنت مش صريح بقى ده أنت عايز تعمل مشاكل من الأول لا مش مشاكل وبالتالي أنا عندي أحسن لعيب كرة في مصر باي فار وعندي أحسن لعيب كرة في الدوري المصري والتنين بيلعبوا في مركز واحد لا محمد صلاح أحسن لعيب كرة في مصر بالمسافة كبيرة جدا آه في الدوري الإنجليزي في مصر بكلها سواء بقى بيلعب في الدوري المصري أو برا وعندي أحسن لعيب كرة في مصر اللي هو داخل مصر اللي هو مقزيز اللي اتنين اللي اتنين بيلعبوا في نفس المركز اللي هو الراجل الوينجر اللي ناحية اليمين فالراجل عاوز يوجد لهم مكان هم اللي اتنين تصالح بالضبط فالراجل بيضطر في لغة الكرة عمر في نص التلاتة بتوع نص الملعب ده اسمه المركز رقم 6 وده اسمه مركز رقم 8 وده رقم 8 سيبك من التمانية التاني لان حمدي فتحي حاجز مركزه فإذا أصبح عندي المركز ده لازم أوجد فيه زيزو طيب علشان أوجد زيزو هنا حد صلاح فيه شكراً هو ده اللي احنا بنتكلم فيه صلاح ومرموش أو تريزيجي أياً كانوا مصطفى محمد التلاتة حافظين أو ضمنين مكانهم المنافسة بس ما بين دايماً ما بين عمر مرموش وتريزيجي في الطرف اجتمال لكن مصطفى حاجز مكانه كمهاجم صريح وصلاح طبعاً حدس ولا حرج أكيد فيش حد بيهدد مركزه فالراجل عشان يوجد مكان لزيزو ويخلق له مساحة على عدلة جسمه ويستفيد منه بالضبط إيه اللي بيحصل سباشالي كمان أنت بتعتمد في الكرة العرضية الكرة العرضية علشان أنت واحد من أسلحتك الفتاكة ضربات الرأس بتاعت مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى محمد طيب أنا علشان أعملها في الطرف الشمال أنا بشتغل فيها عن طريق الباكليفت اللي هو حمدي ليه لأن تريزيجي اللي بلعب الوينجر اللي هنا أو حتى مرموش مش أشوال يعني زمان أوي لو تفتكر أنا راجل عجوز شوية في سنة 86 احنا كنا بنلعب 4-4-2 كلاسيكية صريحة كابتن مصطفى عبدو ربنا يدي له الصحة وكابتن طريق يحية يسحب الفرقة على عدلة جسمه المجري تتعمل بالعرض لتنين ماشاء الله علاء نبيل بقى هو لا كان في 86 كان كابتن جمال عبد الحميد وورا كابتن محمود الخطيب عودين في الكرة بلعبوا برأسهم وكابتن طريق يحية لما كابتن طريق يحية وكنت مثلا تلعب بمجدي عبدالغاني وطهر أبو زيد أوقات لما كان كابتن طريق يتعب شوية كنت تطلع طهر أبو زيد وطر في شمال وتنزل شوق غريب مع مجدي عبدالغاني فإذا كان اعتمادك في الأساسي على الكرات العرضية على عدلة جسم اللعيب مصطفى عبدو طريق يحية أو حتى طهر فهو كان عايز يعمل نفس النظرية دي ما بين صلاح وزيزو الكرة طورت زمان كان باكين الأطراف ما بيزيدوش قوي كان مثلا في 86 اللي احنا بنتكلم عليها عاليش حتى ما كانش بيزيد وربيع يسين طبعا بيزيدو بس مش زي باكين الأطراف اللي في الكرة الحديثة اللي هم بيهجموا على طول مصبوط فإذا في الطرف اليمين أنا عاوز أشغل زيزو عشان تبقى على عدلة جسمه ويعمل كرات عرضية لمصطفى محمد وفي الطرف الشمال زي ما اتفقنا تريزيجي بيدم الجوة أو عمر مرموش بيدم الجوة وبشتغل في الطرف الشمال عن طريق حمدي فإذا نرجع تاني للقضية الأكبر علشان أودي زيزو في الطرف اليمين ده لازم أدخل محمد صلاح في عمق الملعب علشان بشتغل على حاجتين والله الناس راح ترقب تنجم المنتخب الأول محمد صلاح زيزو تخلق له المساحة الكبيرة اللي تهيق له المساحة اللي يعمل كرة عرضية وتبقى على عدلة جسمه ويبقى أنا نجحت في الرهان اللي أنا راهنت عليه والله الناس ما راحتش مع محمد صلاح وفردت الملعب وقفلت حتة زيزو يبقى أنا فضيت مساحة لمحمد صلاح وقربته من الفريم أو الجول زي ما بنقول صلاح عنده مشكلة إن صلاح خطورته كلها إن هي من المواجهة الدريبل السريع إنه يا رجل يبقى يا أخي يا أخي معلش طبعا يتفضل أنا مفهمش كرة زي لا إزاي بس؟ بس أنت جاي لك راجل بعدلته يعني أنت مش لسه النهاردة نفس الموضوع كان عندنا وقت كيروش الراجل جاي بعدلته الراجل ده جاي بعدته هو بيلعب كده وشكله كده وياخد الكرة ويجري ويروح رايح ناحية اليمين وكاسر جوه يشوتها يرأس ثلاثة مع بعض ويجيب جول لسه عايز تعدله عادلة تانية يعني 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 هل إحنا لسه أنا مستغرب من التحليل ده من محلين كتير هل إحنا لسه النهاردة هنشوف صلاح بيلعب إزاي؟ شوف هي فيه كل زي ما بنقول كل شيخ وليه طريقة فيه مدير فني يقولك أنا ملعبش بالطريقة التقليدية اللي المنافس بتاعي اتعود إنه يشوفني بيها لأنه يبقى سهلة عليه جدا يدرسني ويوقف لي الموضوع نفس مين يعمد موزنبيق خلي بالك عمر إحنا قدام أقوى وأعنف بطولة أمم أفريقية هتحسن والمؤشرات بين النهاردة النتائج كلها الغاية دلوقتي مفاجآت لسه هقولك تعادل نيجيريا مع غنية الاستوائية دي نيجيريا ودي غنية الاستوائية في الكورة النهاردة تعادل مصر ما بقى شي حد صغير لسه هقولك تعادل مصر مع موزنبيق دي مفاجأة من العيار التقيل ومع أن يعرفش الراسل أخدر حيامل إدرس ومتقدم على غنية اتعادلوا دلوقتي حالي اتعادل هو يا غنية ما برضو ده دي برضو مش نتيجة دي برضو مفاجأة زي زي بتاعة موزنبيق طبعا بتتكلم على غنية البلاك ستارز واحدة من أكتر المنتخبات اللي في أفريقيا حصدا أرجع تاني لمحمد صلاح مش محتاجة مدرب مش محتاجة كيميا شوف ما أنا قلت لك عمر في كل شيخ يعني كان يقعد متحد شلبي دايما يقول لك يا جماعة مش ممكن كده لعبوا الراجل في مكانه لعبوا الراجل في مكانه يعني ما كانتش تبقى محتاجة فلسفة كبيرة يعني مصبوط خلينا أقول لك كل شيخ وطريقته إيه الشيخ الأول ممكن يجي يقول لك أو المدير الفني بتاع الفكر التقليدي يقول لك أنا لو لعبته في مركزه الطبيعي المنافس بتاعي بيبقى دارسني كويس وعارف أنا بشتغل على الراجل نجم فريقي دا إزاي فبيبقى سهل عليه يقفل عليها مساحات ويحد من خطورتي الشيخ التاني أو المدير الفني التاني الفكر التاني يقول لك أنا أحاول أفاجئ المنافس بتاعي بتغير في المراكز هنا بيستند على إيه أكتر يا عمر إن مع تقدم السن زي مثلا ما بنشوف مع كريستيانو رونالدو يعني كريستيانو رونالدو أوجه عظمته كان راجل وينجر ناحية الشمال لا خلاص لسهولك مع تقدم السن والسرعات يا سلام عليك مع تقدم السن والسرعات بدأت تقل الراجل الناس بدأت تدخلوا فين فوق كل ملعب قدام الفريم لقى راجل بيجي دعاب الهواء راجل طلع واحدة من طلعات صلاح نارد طبعا واحدة والبنالتي والبنالتي دخل بالزور ليه الراجل حطتها جامد لا 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 بالزور هي لو كانت ملي لفة كرة شوية كانت خدت سيف العرضة وردت بره مع ربك كريم ربك كريم في أي جهر هي النهاردة دخلة بالتوكال طب الحمد لله انت زعلان ليه الحمد لله مش زعلان انا بقولك حتى دي كانت ممكن لو كرة لفة ملي كانت تبع عاملة كده شوية مظبوط وتغبط في القايم وتطلع صح لكن الحمد لله انه قدر يسجل هدف التعالي النقطة اللي انا بكلمك عليه يا عمر ارجع للهدف الاول بتاعنا اللي هو بتاع مصطفى محمد هو مين اللي قالش الاولانية صح بالزبط ليه يعني اذا الرجل بيشتغل انه يدخل صلاح قدام الفريم اكتر يحطه رجل سكورر رجل توب سكورر بتاعك ايوة بس هو ما بيسكرش السكورر ده غير من حتة هو ليه لعبة محفوظة يكسر زي شيكابالا كشكابالا بيجيب اللي جوان ازاي دريبل يوم داخل لبوا يكسر شمال اوي وبعدين يروح حطط خلق اول ما شيكابالا يعمل كده اعرف ان احنا نجيب جوان خلاص تمام طيب انت بقى رجل زمال كاوي اسمحني عليش انكشك وعاكنين عليك شوية طب لما كان مثلا جوزي بيقوم حاطط حسام عشور يقفل له الحتة دي انه مش عاوز يبقى طريقة الاسلوب ده محفوظ وبالتالي لما يحط لك واحد يقفل عدلة جسم صلاح على عدلة رجل الشمال تفضل قاعد متتفرج عمي دول اتنين لعبة محترفين كبار جمدين جدا واحب يلعب في نانت واحب يلعب في ليفربول طبعا بيلعبوا قدام جون وخط تفاع من اضعف ما يمكن معاك مليون في المية شكرا زلقت الكلامي ان احنا ضيعنا نقطتين قدام اسهل فريق في المجموعة ما فيش اي شيء يذكر ولا ضيع حتى ما هو علشان كده انا بدأتلك ان انت الراجل راهن عليها طول الشوت الاول طول الشوت الاول الشوت التاني اسوأ في البدايات اه لكن لما رجعت للطريقة التقليدية خلاص بدأت تبقى اشرس واعنف وبدأت تبقى اشرس واعنف اكتر واكتر لما كشر عن انيابه بقى اخر خمس دقيق ولقب اربعة اربعة اتنين صريحة نزل احمد حسن كوكا جنب مصطفى محمد وبقى صلاح وبقى مرموش ووقف حمدي مع رقم ستة وود حرية حركة لامام رقم تمانية يكمل كم عشر كمان احنا كنا بصين لخط الهجوم النهاردة ان ده اقوى خط هجوم جي في منتخب مصر تمام عندك تلاتة قدام حاجة طب ايه اللي في الدفاع النهاردة ايه المشكلة اللي في الدفاع دي شوف معقولة الجنين بالشكل ده الجنين دخلوا في حراسة تلاتة واربعة تنفار لما تبقى عندك خلي بالك انت حكمت على الدفاع انه هو ضعيف لكن انا مشكلتي النظرة الفنية بتاعتي انت مشكلتك في نص الملعب النني بص والمشكلة مش في النني الوحده يا عمر يعني احنا مش بصدد ان احنا نقيم النني لا يعني النني لم يكن يعني خلي بالك هي المشكلة بتاعت نص الملعب او اللي تبدولك ان عكست لك انه ضعف الدفاع هي جاية السورس بتاعة جاي من نص الملعب والدليل الجول التاني الجول التاني بص المساحات فين هي النقطة خلينا يقفل لك النقطة الاولى لان النقطة الاولى هي مدخلنا للنقطة اللي انت بتتكلم فيها طيب احنا دلوقتي بنلعب في نص الملعب بتلاتة اتفقنا ان النني بلعب في المركز رقم 6 زيزو 8 يمين وحمدي 8 شمال انت شغلك مبني ان صلاح بيدم في العمق وزيزو هو اللي يبدأ يروح على الطرف اليمين يعني فيه ادي اول ضلع من المسلس نص الملعب خرج برا نركز معايا طيب يعني اذا نزيزو اللي معني انه يقوم بدور دفاعي في حالة خسارتنا للكورة اصبح بعيد لانه راح على الخط في عمق الملعب طيب مين اللي المفروض يقوم بدور صلاح صلاح قريدي ضعيف دفاعيا وما كناش على مدار التاريخ لا هيكتور كوبر ولا كارلوس كيروش ولا حتى كابتن اهاب جلال لما جيه مطشين ولا تلاتة ما كانش بيسند له ادوار دفاعية تمام طيب اصبح نص الملعب الادوار الدفاعية مكتصرة فيه على اتنين النني وحمدي حمدي اصلا بيروح نحية الشمال عشان يأمن ضهر تريزيجي وحمدي اللي جاي من وراء فاصبح نص الملعب او عمك الملعب او الدائرة سميها زي ما تسميها ما فيهاش غير النني فانطلق بقى انت يا عمي اجري عرفت ليه اللي اتنين مربوطين ببعض ايوة بس انا بقولك الجنين دخلوا وسط حراس التلاتة واربعة صح يعني ازاي انا بعدي ده الجنة التاني ده الود كأنهم عدي من خرم إبرة دي حقيقة عدى وسط يوم التلاتة بصراحة كده بالبلد يعني جي وقت كده حسيت ان اللعبة ما فيش روح ما فيش جاري ما فيش حاجة طبعا معاك ما فيه حاجة كده ان احنا خلاص جبنا الجنة اولان ايه وحنجيب التاني والتالت وحتى كل المحللين كانوا مستهد لما تسمعهم بين الشرطين يقولك احنا مستهدين بقى في شرط تاني يزيدوا الجنة التاني او التالت دي نقطة في منتهى الخطورة وجهة نظر يا عمر واحدة من اسباب التعادل النهاردة انت ما احترمتش منتخب موزمبيق طبعا زي ما منتخب موزمبيق احترمك احترم منتخب موزمبيق لمصر ده شيء مفروغ منه لان مصر التاريخ مصر يعني قوة عظمى في الكورة في افراكي احنا اصحاب المقام الرفيع في عدد المرات في الفوس بالبطولة انت وصيف البطولة الاخيرة فان موزمبيق تحترمك ده مش جديد ده طبيعي هي فرد عليها ده مش باحترمك ده وانازل يعني بيقول يا رب بس نتغلب اتنين تلاتة مش كتير انت ما احترمتهاش عمر بالعكس انت استهترت بيها اكتر واقع جدا ليه بسم الله الرحمن الرحيم في الديئة اتنين جول خلاص بقى بسم الله الرحمن الرحيم في الديئة تسعة مصطفى محمد رايح انفراد من نص الملعب اللي صلاح حتى هذا ايوه انفراد كانس روبوس جامد جدا مزبوط فانت حسيت ان دي ناس طيبة ده في اي لحظة ممكن اوصل للمرمى بتاعهم وبالتالي ضيعت شوت من ايدك كنت ممكن تقضي فيه على لو سجلت هدف تاني زي ما بنقول صدرت له الاحباط وخليته يلعب على احنا نقف مش عاوزين هيفي سكور ونوصل بقى الاربعة وخمسة وبقى شكلنا وحش انت سبت الجيم واحد صفر دخلت تاني شوت ما عندكش اي ربطة فعلة عنيفة او هم غيروا لعيبة بتاعه انت مغيرتش ولا اي حاجة انت عادي جدا مغيرتش وحنخلصه مش عايزة اتعب الناس اللي عادي معابر مظبوط النقطة التانية عمر المهمة اللي بالنسبة لي حتى لو كان ده نهجك او منهجك اللي انت بتتبعه كروي فيتوريا المدير الفني البرتغالي المنتخب مصر وهي اسلوب الميديام بلوك ان انت راجل ما بتضغطش نهائيا على المنتخب اللي قدامك بتبدأ تقابل من نص الملعب اول لما المنافس بتاعك يدخل نص الملعب فيه اوقات لازم لأ ما ينفعش يا عمي اه اطمع فيهم ده انت لازم تضغط من سيكس يارد عدم ضغطك عليهم طمحهم فيك يعني بلغتنا كده بلغتنا كده انا كمنتخب موزنبيك لقيتك راجل طيب قوي لقيتك راجع لورا ده انا موزنبيك رقيتك راجع ورا وسيبلي المساحة وبالتالي طالما تواجدت المساحة اتواجدت مساحة التفكير يعني انت مش ضغط علي فانا معايا بكورة هشوف اروح يمين ولا هروح شمال وبدأت اشغل الاطراف حتى لما رحت على الاطراف انت مش مدايا المساحات يعني الشوط الاول احنا تهارينا كرات عرضية من الحتة اللي فيها محمد هاني اللي بالمناسبة مبنية على بعد زيزو وابتعاده تماما عن الارتداد في حالة خسارتنا للكورة وبعد صلاح وعدم كيامه بأدوار دفاعية وبالتالي بقى محمد هاني لوحده وسط اتنين او لعيب او اتنين وبالتالي ما بيقربش من الراجل الوينجر علشان الراجل اللي جاي من تحت عينه عليه والراجل اصلا هو الراجل بيلعبك اربعة اتنين وبالتالي السنتر باكين سواء حجازي او محمد عبد المنعم مفيش حد فيه يقدر يفرد الملعب يغطي وراء الباك ليل انك يلعب عليك باتنين مهاجمين السنتر باكين لازم يلتزم كان فتوحي بافضل النهاردة شوف حتة فتوح انا بحاول ادخل جوا دماغ الراجل انا مش بجزم لكن انا بحاول ادخل جوا دماغ الراجل هو بيفكر ازاي زي ما قلتلك هو في الطرف اليمين بيشتغل عن طريق زيزو وفي الطرف الشمال بيشتغل عن طريق الباكليفت طيب تعال نرجع قبل المباراة هل فتوح في الفترات الاخيرة مع اصريو في الزمالك بما انك زمالكاوي هل هو كان بيلعب باكليفت صريح هو اصلا ما كانش بيلعب ده هو كان عايش في ازمة هجدد لا مش هجدد ايو ايو لا يعني معك اهل الزمالك وعرضه للبيع ثم التفاوض معاه من جديد الى اخره وحتى لما كان بيلعب كان بيلعب مع اصريو فترة طويلة بس لحمدي فتحي النهاردة ما كانش اعظم حاجة مزبوط النهاردة ما كانش فيه لعيبة كتير في منتخب مصر في اداءه تريزيجي حتى ما كانش احسن حاجة النني النني ما كانش احسن حاجة حمدي ما كانش احسن حاجة صلاح فالنهاردة مين اللي كان بي صلاح طبعا صلاح مش ما كانش احسن حاجة طبعا لكن ما ينفعش تهاجمهم ما بقى هاجمش ان مقصد ضاعت فرصة ذهبية طبعا ونقعد بقى في حزب البرمة ويدعو يا جماعة معانا وربنا يا ساهل وبعدين يجي المطش التاني يقول لك السر الحاكم كان ضدنا ونيجي التالت ده انت رايح تاخد البطولة انت ايه انا اللي همين النهاردة ايه الرسالة اللي انت اديتها لبيت المنتخبات ان انا ضعيف جد رسالة سأليسة هقولك رسالة سالبية جد ان انا راجل طيب ده انت كان المفروض من الاول العين الحمراء طاك الناس كلها تقول لك يا نارا بيض ده المصريين جم خد بالك باعم دلوقتي خلاص ما فيش هيبة العين الحمراء بالزبط يعني المطش على قد ما هو فكرة نقطتين انما في نتائج واعراض جانبية كثيرة جدا صح ان انا ان انا في الديئة اتنين اسجل هدف وفي الانفراد بتاع مصطفى محمد والكرة بتاعة الايمي اليمين اللي ترزجيه انت بتتكلم على شوت لو كان خلص ثلاثة دي لعين الحمراء ايه خلاص بقى ودي اللي كانت عمراء هتنزل موزنبيك تاني شوت اقفوا احنا مش قد الناس دي مش عايزين اخد اكتر من ثلاثة شكرا لكن لقاك انت بتشرب كوباية شاي ومش في دماغك وانا هجيب جول في اي وقت فاتسرقت في دقتين تعادل في الديئة مين المسؤول عن ده اللعيبة ولا المدرب كله كله ما ينفعش اتحمل واحد لان زي ما قلت لك المدرب احمله في حاجات ما ينفعش تمشي على نفس الاستراتيجي بتاعتك على طول الخط في وقت انا لازم اضغط على المنافس وجرده بسرعة من الكورة لان انا بقيت متأخر بهدفين انا في الديئة 56 بيدخل فيها التعادل 58 بلغة الكورة كده بيجي بلبس التاني مش بيجي فيها التاني انا البست الجول التاني فاذا انا لازم اضغط ما ينفعش على طول الخط اسبلهم مساحات قولوا لالبينل تيتك كنت هتطلع مهزوم قولوا لالوقت الاضافي السبع دقايق كنت هتطلع مهزوم دي حقيقة فدي نقطة النقطة التانية ان لازم يبقى فيه تعدد لأسلحتك الهجومية ما ينفعش أسلحتك الهجومية كلها تبقى مبنية على بلان اي طيب لو بلان اي وقفت لازم يكون فيه بلان بي طب انت يعني كلنا مش انت او انا الناس كلها تشأمت هل ممكن في المشاطة الجاية الامور تبقى افضل لا لي مش وطبعا النتيجة مزعالة الناس ومخلية الناس وطبعا مزعالاني لان انا قلتلك في البداية احنا ضيعنا نقطتين قدام اسهل فريق في المجموعة لكن في نقطتين في رسالة للعيبة رسالة ان عارف الاغنية اللي بتقول اللي شبكنا يخلصنا انتوا اللي حطتونا في الموقف ده يبقى انتوا اللي مطالبين تحلوا براوة عليك انت اللي مطالب انك تكسب غانا ان شاء الله وانت اللي مطالب انك تكسب الرسالة الاغدر ان شاء الله لين ناس بتبقى قاسي قوي مع محمد صلاح لان دي ضريبة النجومية اولا هو النجم اللي بيتحمل على عاطقه على النور يعني بمثابة عمر عارف عربية القطر الاولى اللي لما بتبدأ تتحرك بالجر وراها كل العربيات القطر فصلاح بالنسبة لنا هو عربية القطر الاولى هي اللي بتجر المنتخب كلها هي اللي بتفتح نفس اللعيبة هي اللي بتدي الثقة لللعيبة هي اللي بتقول لللعيبة لعبه فلما العربية بتعتل بالتالي القطر كله بيعطل عندي ملاحظة لا ترقى الى العلم يعني لكن ملاحظة متفرج مشجع اداء صلاح مع المنتخب غير اداءه مع ليفر بول دي لها عوامل كتيرة جدا يا عمر يعني لأ صلاح اللي في الملعب ده النهاردة غير صلاح اللي شفناه في الماتش الاخراني اللي هو ضيع فيه البنالتي وبعدين كسبه اربعة اتنين طبعا معا ده حد وده حد يعني هذا صلاح اخر طبعا يعني جايز قصة الشعر بس تفريق او كده انما هذا صلاح وهذا اما بيجي المنتخب مش عارف كده ايه بيبقى فيه التطش المصري بيخيم عليه مش عارف ليه لا بص هي لها عوامل واسباب كتيرة جدا اولا بتتكلم اللعيبة اللي بتسنده او بتساعده في ليفر بول ما تنساش ان الكواليت بتاعها اعلى من لعبة منتخب مصر يا جماعة دي كورة دي حاجة ما تزعلش دي حقيقة يعني بتتكلم عن الراجل الفريق الاحلام بالنسبة ليفر بول بتتكلم على ايه على مانيو صلاح وفرمينو بتتكلم على تلاتة في نص الملعب بتتكلم على فابينيو وفينالدوم وعفوا وهندرسن وفينالدوم او حتى لما ماشي فينالدوم بقى جي تياجو الكنتارا مثلا كواليتي لعيبة عالي جدا نا عندنا امام عشور يعني مش قصدي اننا بطار يعني انا قصدي عمري اكيد ان يعني مثلا هل تقدر انت في ليفر بول عشان تنزل تلعب ليفر بول في عز قوته انت مطالب انك ترائب فرمينو مطالب انك ترائب نونيس ده دلوقتي لكن انا بكلامك قصدي لما كان ليفر بول فأوجه عظمته لما كسب التشامبينز ليك مطالب انك تمسك ما نيه انك تمسك كل مفاتيح اللعب دي بتخلق مساحة وفرص أكبر لصلاح لكن انت النهاردة نازلت قابل منتخب مصر مين الكريزة اللي على راس التورتا صلاح اللي العين عليها لازم رائب الراجل ده مستنينه على باب القتيل انا كمدير فني نازل قابل منتخب مصر الراجل ده لازم ياخد جزء جبير بس الشاب اللي لعب عليه كان لعب عليه كويس ده طبيعي على فكرة هو مش اول واحد يعمل جيم كويس على صلاح هو ده مش معنى ان صلاح لعب قليل لا مقولتش قليل بس ملاحظة انه اللي كان يعني لعب على صلاح النهاردة كان يعني صلاح لانه صلاح عادة يعني يتعب اي مدافع اه طبعا بس صلاح لكن زي ما بقولك ان انا النهاردة كمدير فني نازل قابل منتخب مصر لازم محمد صلاح ياخد جزء كبير من تفكيري ان انا ازاي هديق مساحات على الراجل ده لان الراجل ده لو فرضنا ان احنا نقيم بنسبة مقاوية الراجل ده يمثل ستين او سبعين في المية من قوة ان لم تكن اكتر من قوة منتخب مصر فانا لما ديق مساحات على الراجل ده انا مسكت راسي التعبان وصلت فالنهاردة الناس بتحكم يا عمر على وهو نازل قدام ريال مدريد هم عارفين انه مهم طبعا وهو نازل قدام تشيلسي طبعا هم عارفين انه مهم طبعا يعني فكرة انه صلاح هيتم ولكن ما بلقهوش بالتقلق خالص بتعليف البول يعني ولا خمسين في المية منه طبعا معاك مليون في المية يعني حتى لما انت بتيجي تقول مثلا بتاع الشامبينز ليج اللي خسروه جول 1-0 فينيسيوس لما تشاطت ودخل حطها اترائب محمد صلاح مين كان نجم الشوت الاول اللي هاري ريال مدريد وكرة في الاي ايو طبعا سادي همان ايه ليه لانه مرقبوا صلاح طلع لهم مان ايه من النحاة التانية فدي اللي انا بقولك عليها ان لما بتترائب ده ديه بتعكسلك قدية الرجل ده نجم بس معاك مفاتيح لعبة او معاك لعبة كواليتي اعلى في ليفر كولد ادينا فرصة ان نشوف الاجواء هناك في كود فوار عاملة زي عبد الرحمن طارق مراسل ام بي سي مصر من كود فوار ايه الوضع عندك ايه الحالة المزاجية ايه الحالة النفسية ماذا يقول الجمهور المصري هناك يا استاذ عامرة انا برحب بحضرتك طبعا انا اه تدوقتي قدام كل اقومة منتخبنا الوطني اه طبعا حالة غير مردية ده خلسة لعبة منتخب وحالة حزن كتير جدا عن النتيجة وعن الاداية خاصة من المباراة اه بدأت يعني باسلوب حماسي ومن اه فان صاعد جين لعبة منتخبنا الوطني والمنتخب اضاع يعني فورسين كانوا يقدروا يحولوا نتخب المباراة اللعبة في حالة حزن جديرة جدا وشديدة جدا عايزة اقول لحضرتك ان النهارة اللعبة راحة في الساد بساعة اه اربعة الاربعة وخمتي حماس في الاحماعات المباراة دهت بشكل قوي العيل المنتخب وكمان عايزة اقول لحضرتك الادتوري على ارض الواقع غير فريح اللعب وفاجئنا انه خلى زيزه وينجي في الشوت الاول وصلاح دخل فقالب الملعب وكان يديه فريحة شوية وكان قد يكمل مع مصطفى محمد عايزة اقول لحضرتك اللعبة بعد المباراة كان في حالة من التعليف كده يعني اللعبة تتكلم مع بعض ما كانتش يمتع اللي حصل ده كلات النفسة اللي ماتش كانت سيئة انا عايزة اقول لك كمان يا استاذ عمري انت عايزة تقول لي انه الحالة النفسية بتاعت المنتخب هو خارج كانت سيئة جدا احنا شوفنا حتى مصطفى محمد هو بيتكلم حالة حزن شديدة يعني لأ وكمان احنا يعني يقولون البدايات عندنا ما تكتبهاش احسن حدا وربنا بيكرمنا ان احنا بنفسها بالبطول وده اللي بيحاول يوصلوا اللعبة كبيرة للمنتخب اللي باقي اللعيبة او باقي زمائله عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله في المقشين اللي جايين قدام غانا قدام كان برد انا كنت حاضر مباراة غانا وكان برد اعيزة اقول لحضرتك ان الفيريتين صعبين جدا 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 الفيريتين بيقدموا كرة على عالم مطش حقيقي مطش اللي جاي قدام المنتخب غانا يكون في غاية الصعوبة ومطش كان بدي يكون في غاية الصعوبة المهم ان يتسأل على لعيبة منتخب مطش عشان كده اللعبة من دلوقتي بتطول ان هي تقل صفحة موزنبيك وان هي تركز على مطش غانا من بكرة في تمرين الساعة كانت ان شاء الله بتوهيد ابيت جان هذا اللي بيطوري اعترف ان كان فيه حالة من عدم التركيز ولذلك اللي خلفين هدفين وذلك انه وعد بالصعود لدوري المجموعات عقل المباراة من ضرر المزامبيك كان في حالة كبيرة من الغرب انه زعلان على مساعدة المباراة وانه كان بيطمح ان يفوز على منتخب مطش مزعلان كمان زعلان جدا جدا يا أستاذ عمر هو كان شاكن يفوز يقول له لا قوة كبيرة نحو الصعود ولكن الأول وفي الآخر احنا لازم يدعم منتخب مطش لازم نقص دارهم المنتخب هنا بيعاني من من عدم المساندة الجماعيرية مفيش جماعير كتير حضرة المباراة على عدد من المباراة لانه كان بيجلي عدد جماعير كبير جدا للمنتخبين وده المنتخب كان كان بيتسلم فيه اللعية ويقول لي مفيش مفيش مصندة جماعية من أرض الملعب قاله الساز عبد الرحمن طارق مراسل MBC ماصم كودفوار بشكرك شكرا جزيلا على مجودك طيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث طيب خلينا أقولك بقى نروح شوية للجانب المتفائل عشان ما نسوتش الدنيا قدام الناس الموضوع ده حصل كتير آه حصل كتير دايما لا يعني مش كتير لعنة البدايات عند المصنين زي لعنة الفرع عنك دي بتحصل ودي بتحصل يعني ممكن نذكر لك مثلا في 2006 كسبنا في المباراة اللي في تتحيا ليبيا وكسبنا البطولة وفي نفس الوقت النقيد بيحصل في 86 أنا كنت بروح الأستاذ خسرنا من السنغال في أرضنا وسط جمهورنا 1-0 والنتيجة النهائية إيه كسبنا اللقب طبعا النسخة اللي فاتت نفسها خسرنا من نيجيريا كان أول مباراة في المجموعة خسرنا 1-0 وكان أداء سيء جدا والنتيجة النهائية إيه آه صحيح ما كسبناش اللقب بس وصلنا نهائي بالضبط تحولنا وظهرنا بوجهنا الحقيقي بعد كده وصلنا للفاينال ترانسفورمرز التحسن اللي حصل جريندايزر طبعا تحولنا إلى بتطلع كده وار وراها المغرب وراها الكاميرون صحبة الأرض والجمهور والند بالند لغاية رقلات الترجيح مع السنغال وما كانش ربنا رايد فإذا دي بتحصل ودي بتحصل فعدم الفوز النهاردة أو التعادل النهاردة مش نهاية المطاف أو ده مش معناه نحنا خلاص وهنودع البطولة لكن انت للأسف دخلت موزمبيك في اللعبة انت كسبت موزمبيك نقطة فتبدأ تطمع ان هي ليه ما دخلش حتى من ضمن أحسن أربع توالج صورة انهم عمرهم عدوا المرحلة دي لسه هقولك انت دخلتها اللعبة يعني أنا النهاردة بلغتنا كده بلغة كورة بيقولك المدرب ماشي زعلان يعني كده طمعان أكتر شفت بقى ليه لان لقاك طيب لقاك طيب لقاك مش عاوز تضغط عليه لقاك بتستقبل الجول الأول بعدها بدقتين بتستقبل الجول التاني وبتطلع انت اللي بتتعادل معايا بدربة جزاء فطبعا طمع ليه لانه صدق نفسه وانت اللي ساعدته على كده لكن زي ما انت قلت لو كنت وريته العين الحمرة من الشوط الأول وخلصت المطش بدري بدري كنت صدرت له الإحباط وكان زي ما بنقول عرف الفرق ان دي مصر ودي موزمبيك في الكورة فانت عندك أمل في المطشاط الجاي ان شاء الله نبقى أفضل طبعا هل فيه لعيبة تنصح ان هم يبقوا مبتدين المطشاط اللي جاية وفيه لعيبة تانية يستنوا حبة شوف يا عمر عاوز تتبع نفس الاسلوب اللي احنا شرحنا لازم اللعيب اللي يلعب في المركز رقم 6 ده لازم اللعيب يبقى أجريسيف قوي ديناميكي قوي راجل بيقطع الكورة بمنطه الشراسة ايا كان يعني نوعية نوعية حسام عشور نوعية مروان نوعية طريق حامد هو طبعا مش مع المنتخب ولا حسام أكيد مع المنتخب بس لازم يكون لانك انت بتطلع عزيزو برا عمق الملعب وحمدي قريدي بيروح شمال عشان يأمن شغل تريزيجي وحمدي الباكليفت اللي بيزيد طب ما هو عمق الملعب بيبقى فاضي ما فيهوش غير النني فإذا اللعيب اللي هيلعب في الحتة دي لازم يكون شرس وعنيف جدا في عطع الكورات يكون أعنف من إنني فأعتقد إن المباراة اللي جاية ممكن نلاقي حمدي وإمام وزيزو كامر بشكرك شكرا جزيلا عاودك معنا شكرا كانت فرصة يعني صدفة جميلة إنك موجود في مصر فنقدر نحن نستفيد بيك وطبعا يعني ناقد رياضي متميز وليك جماهير كثير شكرا شكرا خليني نطلع فاصل إعلام